طالما أنا قاسم مشترك في كل حالات الهجوم مع كل عمل ينزل أكيد أنا كمان بعمل حاجة تستحقها هذا الهجوم؟ ممكن ولو حد نبهني لها يعني ممكن أعدلها مش عيب يعني أنا مثلا في سمارة في ناس كتير جدا قالت لي ما كانش حلو وكتزم تخرغي من العباية داية ولازم 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 لقيت إن كدامهم حقيقي عملت ده على طول من غير ما تدايق ولا أتزمر ولا أقول اللي هما شايفين الزيب وأنا ما شفتش الكرام ده خالص بالعكس على طول نقلت نفس المنطقة تانية مع ناس تانية مع حتة تانية ده مسرسلك الجاي؟ آه إن شاء الله عاملة فيه إيه بقى؟ عاملة فيه قضية مهمة جدا بص مش قضية واحدة هما كذا قضية أساسية درامية في مكان واحد صلع محامية؟ صلع محامية مش عايزة تحرقيه؟ مش عايزة أحرقه بس هو الجانب الإنساني فيه حلو قوي مفروض أن أنا عندي ثلاث أولاد ودي مهمة جدا بقى بوري نمازج الأولاد وأن لما تبقى الأم بعيدة عن حاجات كتير قوي ممكن يحصل إيه؟ ولما الأب بيكون غير سوي ممكن يقصر على البيت إزاي؟ ولما تكون الشغلانة اللي أنا بشتغلها مفروض أنها تبقى فيها عدل قوي وممكن أنا معدلش فيها ممكن إيه اللي يحصل؟ يعني نقدر نقول إن المسلسل الجاي ما هتكونش فيه غادة عبد الرازق حاضرة بجمالها بجسدها هتبقى حاضرة بفكرها بمضمونها؟ أكيد بس أنا أريد أن أسأل سؤال ليه غادة تبقى موجودة بجمالها أو بجسدها؟ يعني الأعمال كانت بتعتمد بترتكز على ده يعني ثمارة واحدة حلوة بتشتغل رقصها طب ما هو الموضوع كان كده؟ أنا فاهمة طب ما دام تحايا كروكا لما قدمته قدمته كده؟ أنا بتكلم عن اختيار الموضوعات ما في النهاية أنت اللي بتختاري الموضوعات أوكي طب أنا ممكن أعمل محامية ورازق هي فيه محاميات وحشين؟ فيه صبع فيه محاميات شكلهم حلو قوي بيلبسوا شيء جدا صح؟ آه يعني الأم اللي إحنا حنشوفها طلع أم أقرب إلى الأم التقليدية الملتزمة؟ كل الأمهات ملتزمات؟ كلهم؟ طبع لا فيه أمهات دلعات يعني بتحب تتدلع تبقى عايقة تلبس ده مش عايب ممكن تكون هي تربيتها أو عيشتها أو مامتها أنت هتأذنين مين؟ أنا مش بناقش الأمهات اللي برا الأم في المسلسل أنت هتكوني انت هتتفرج عليه بس أنا مش عايزك تظلم الأمهات لا حتى لو الأم اللي بتلبس حلو بتاخيل بالها من شعرها أنا ما قلتش أو أنا طالب إنها تلبس وحش لا أنا باتكلم على فكرة أنا هو أنا عوري ما أنا قلت أنا هو وكت لو كت عايزة أقول أنا هو لا كتبت تقول أنا هو أقولك لو كت عايزة أقول أنا هو كنت عملته في بداياتي يعني الحج متولي أنا كنت ممكن أبرز غدا عبد الرازق بقونستها ومع ذلك وكان سنة أصغر من كده بكتير كنت ممكن أتعايق قوي وأتدلع قوي والدور كان عامل ما عندي مساحة اشتريت الدور على شكلي والناس أول ما كنت بنزل يقول لي أنت شكلك صغير قوي أنت ليه كنت مكبرة نفسك في أنت ليه كنت عاملة مش عارفة إيه كنت لبس نفسي بروكة وبحط مكياج أوفر قوي بلدي وكنت بعمل كل الحاجات اللي توديني عن سكة غدا عبد الرازق طب ليه ما طلعتش وقلت أنا ها وكنت أصغر بكتير وكنت أعلى أكتر من دلوقتي أنا دلوقتي أنا كبرت بعديها يعني في الأزواج الخامسة بعدها كم سنة في زهرة أيوة أوكي بلدي الحاجة متولي وزهرة كم سنة كتير كتير ليه في السنين دي أنا ما عملتش كده وقلت أنا ها ليه عشان غوية النجومية لا عشان إيه عشان كنت عايز أزبط نفسي أن أنا ممثلة أن أنا ما طلعتش بحلوتي مش بجسمي ده في الأول وبعد كده وبعد كده عايز أعمل التوازن ما بين الاتنين إن أنا ممثلة كويسة قوي وإن أنا برضو إن أنا أتشافك نجمة حلوة زي ما كنت أشوفت مربة أمين ونجلق فتحي وكل الناس دي دي معادلة صعبة جدا عايز أتقول لي إنها مراحل طبعا مراحل كل الناس المرحلة الأولى عملتيها التانية خلصتها خلاص الحلوة خلصت ولا لسه الحلوة آه لأ النوعية دي آه خلصت خلصت راحين لصحبة المشروع الهدف أكيد